استعرض وزير الخارجية سيمة شكري خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني علي أصادق مسارات التعاون الثنائي حيث تم الاتفاق على أهمية تفعيل أعمال اللجان السياسية والفنية المشتركة بالإضافة إلى الحفاظ على دورية عقادها هذا وأكد الوزيران على أهمية دفع المشروعات المشتركة بما في ذلك مشروعات الربط الكهربائي والتكامل الأزرعي وخلال الاتصال الهاتفي أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لأن يشهد هذا العام المزيد من الاستقرار والرخاء والتوافق الوطني في السودان وتوطيد للعلاقات الثنائية المتميزة ما بين البلدين كما قدم وزير الخارجية الشكري لنظيرها السوداني على الدعوة التي تلقاها مؤخرا لزيارة السودان معربا عن تطلعه لتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة